تتواصل أيام قرطاجة سينمائية اللي دقت أبواب المؤسسات السجنية واليوم جاء دور السجن المدني بالمهدية اللي احتضرنا عرض الفيلم الكوميدي السعودي بركة يقابل بركة بركة يقابل بركة هو عمل كوميدي متو 88 دقيقة ترشح لي أوسكار 2017 بعد حصوله على جائزة لجنة التحكيم في قزم فوروم بمهرجان برلين السينمائي الدولي واختياره للمنافسة ضمن عروض خاصة بالدورة 41 من مهرجان تورينتو السينمائي الدولي يتم عرضه اليوم الصباح بالسجن المدني بالمهدية في إطار الدورة 50 لأيام قرطاجة سينمائية البادرة هذه انطلقت عمناول بالشراكة مع المنظمة العالمين والتعذيب والهيئة المديرة لأيام قرطاجة سينمائية شملت عمناول أربع سجون السناء حاولنا أن يتمتد وتتواصل وتتطور ونجحنا في أن يتمس ستة مراكز تابعة موسط سجنية اللي هي سجن مورنيك في الافتتاح وكان افتتاح رسمي للدورة هذه ثم سجن برج الرومي ثم اليوم هنا في المهدية غدوة إن شاء الله في سوسة وعرف العرض إقبالا من المساجين اللي عبروا عن فرحتهم مشاهدة الفيلم ومنهم اللي كان حاضر في السنة الفاريطة على عرض الفيلم المصري واسنة زادة حاب يتفرج على الفيلم اللي خليه يحس اللي هو مش في السجن والي يعيش حياة ثقافية حرة داخل الأسوار هي مقرتاجة السينماية تدمج السجين تخليها يخرجها شوية ياخذ نفس جديد يحس بروحه مش في لحظة كل مجتمع ما تخلي عليها ولا ناسية شارك في البرنامج متاع السينما والمسرح اللي هو عيون السمع اللي جابهونا سيكمال رقايا وعندنا طو عامين منها نخدم فيه المشروع هذاي عم نول كيف جانا الهناي حبنا منها نشوفه العرض متاع الفيلم متاع المخرج المصري خالد ابون نقا اللي هو قدرات غير عادية تفرجنا واستمتعنا بالعرض قصة الفيلم سعودية الدور أحداثة في مدينة جدة وتروي قصة الشاب بركة وهو موظف حكومي شاءت الأقدار أنه يلتقي ببركة أو المدللة بيبي ابنة بالتبني لزوجين ثريين ورغم اختلاف النشأة يعيش الشابين قصة حب ممنوعة في مجتمعهما ويسعين للقاء لتتصاعد أحداث الفيلم فيما بعد